بداية أتوجه بالشكر الجزيل للخوان في اللجنة الإسكانية على سنوات العمل في هذا المشروع هذا المشروع اليوم الباكورة ولكنه كان نتيجة اجتماعات وبحوث ومقابلات وعمل تشريعي فني بحت وصلنا اليوم لهذه النتيجة أفتخر بأني أنا أحد مقدمي هذا القانون ولكن الفخر أكثر بحجم مقدمي هذا القانون والعمل الجماعي الذي حصل في المجلس والثمر اللي راح تقطف من اليوم اليوم هذا الكلام يوجه لنا في البداية نحن كنواب لما صار في عمل جماعي واضح وتركيز قدرنا نطلع اليوم بقانون بهذه السرعة لأن ببساطة زالت الفوارق والكل فكر في مصلحة المواطن الجميع تكلم على أن مثل هذا القانون هذه الأداء اللي ابتكرتها اليوم اللجنة الإسكانية تحتاج إلى تنفيذ من الحكومة وإلا لن تكون لهذه الأداء قيمة لكن حتى أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ مثل هذا القانون لابد أن يكون هناك قيادات تعمل اليوم المشكلة بأن هذا القانون بهذا الحجم تشريعياً هذا الحجم نص واحد يفرق فيه من تطبيق أو عدم التطبيق النص رقم اثنين تلتزم المؤسسة مؤسسة الرعاية السكنية اللي الآن هي أعتقد كلها بالوكالة وليس فيها أحد أصيل هذا الكلام اللي أنا أثرته في الجلسة الماضية اليوم البرلمان رح يقر والتشريعات رح تطلع لكن من اللي ينفذ سهل جداً أن يطلع اليوم الوزير ويلتزم يقول أنا ونفذ هذا القانون لكن الفنيين في الوزارة والمؤسسات مموجودين اللي أهم فعلاً صمام الأمان والضمان لتنفيذ مثل هذه القوانين يا أخوان بعيداً عن الجانب الفني اللي أخواننا في اللجنة الإسكانية شرحوه بشكل كامل عندي جانب إداري في تنفيذ هذه القوانين في النهاية هذا القانون ما طلع إلا لفشل المؤسسة والحكومة في القضية الإسكانية لذلك طرينا واللجنة الإسكانية طرت إلى أن تجد بدائل أدوات أخرى لتساعد الحكومة ثنياً ومادياً بالاستعانة بالاستثمر الأجنبي والعالمي أن يدخل السوق ويساعد المؤسسة في بناء المدن إذن نحن نرجع حق نفس الفكرة اللي كانت تطرح ولي طرحناه وقدمنا فيه قانون وهو إلغاء الوكيل المحلي الحاجة الدائمة إلى الذهاب إلى المستثمر العالمي فعلياً هذا القانون هو لفه حتى أنك تدخل المستثمر العالمي إنه يستثمر عندي في القطاع السكني إذن معناته هناك اعتراف بفشل المستثمر المحلي بالإضافة إلى القصور الحكومي في القضية الإسكانية إذن أنا رهبت مباشرةً إلا أني أنا أستجلب شركات عالمية وأعطيهم أداة حتى يدخلوني يسأولي مدن المؤسسة اليوم اللي هي أساساً نقول كانت سبب في تضخم ملف الإسكاني فشل اليوم أضيف لها جزء آخر هي اليوم سوف تكون مراقبة على الشركات هي قبل كانت تنفذ اليوم سوف تراقب سوف تشرف هذا الخطر زيادة صار على هذه المؤسسة بأن أنت كنت في البداية متسبب بالقضية واليوم إحنا أعطيناك أداة إذا ما كانت هذه المؤسسة على دراية وعلى كفاءة في قياداتها راح تصير عندنا نفس المشكلة القانون اللجنة خلصت القانون وبتخلص لكم قوانين ثانية لكن أنت ش بتسوون سهل جدا أنت تطلع بالقاعد والألتزم بالتنفيذ لكن هل تملك أو عندك الناس أو الجهات التي تقوم بالتنفيذ فعليا المؤسسة الرعاية السكنية كلها برئيسها ومدرعها كلهم بالتكليف هذولا بيسوون ذنها القانون وهذا ينطبق على كل قانون راح تطلع في المجلس القادم كل قانون راح تطلع اللي بنفذونها الجهاز التنفيذي وليس الوزير الجهاز التنفيذي الجهاز الحكومي وإحنا مشكلتنا أن القضية الإسكانية فشلت بسبب سوء الجهاز الحكومي فما بالك أصلا الجهاز الحكومي أجوف ومموجود لذلك الشكر مرة أخرى لإخواننا في اللجنة الإسكانية على هذا العمل يمكن انتهى التشريع واليوم يبدأ أو تبدأ الرقابة في مسؤولية الحكومة والوزارة والمؤسسة في تنفيذ مثل هذا القانون وكذلك هو طلب باستعجال أيضا قانون الغاء الوكيل المحلي حتى يكون هناك نفس نتيجة اللي حصلت في هذا القانون بأن نحن نبي الشركات العالمية تدخل أيضا في القوانين الأخرى ترجمة نانسي قنقر